انا مجدتش هتمنى ان انا اتكلم في حاجة غير عن الماتش التاع النهار عشان مركزين فيه قوي حتى حتى او احنا محللين او احنا كجمهور مركزين فيه قوي 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 بس فيه حاجة لفتت نظري دي يعني مش عايزة اقول عف حقنا ده عف حقنا بصراحة الموضوع اللي انا عايزة اتكلم فيه مبلغ فيه جدا 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 وغير حقيقي مش حقيقة خالص وتحول لمزايدات يعني مش عايزة اقول فيها حاجات تخطط الحدود ومش جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل كده ولا احنا كعادتنا سواء كلعيبة نادي اهلي كمجالس ادارات نادي اهلي اعضاء نادي اهلي او جمهور النادي الاهلي بيتكلم في موضوع ده خالص ولا بيسير انا مش عايزة اقول لش مئزاز يعني ملوش في الكلام ده خالص جمهور النادي الاهلي عايزة اتكلم في موضوع الناس خدول بعيد قوي الناس مين اللهم مش الأهلوية راحوا القصة غريبة جدا بعيد جدا 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 عن تفكير وسلوكيات وأخلاقيات ومبادئ قيم النادي الأهل وجمهور النادي الأهل قصة خيالية كده البعض بيتدعي فيها العنصرية ضد كابتن محمود عبد الرازق شكابالا لعب نادي الزمالي بالتأكيد بالتأكيد لا توجد عنصرية وتنمر خالص في الرياضة المصرية على الأخص من النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ده شيء مختلق تماما عشان البعض بس بيحاول إيه بيداري بي حاجات تانية عشان العقوبة اللي حصلت اللي من وجهة نظري مخففة جدا قبل ما أتكلم في الموضوع ده واخش في التفاصيل أنا أولا من الناس كأهلاوي اللي مفيش خلاف على موهبة محمود عبد الرازق شكابالا كان لعيب كورة مهاري وفنيات عالية مفيش كلام عليهم أنا من الناس اللي بقدر فيه الحتة دي أوي 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 كمان وعلى عيني وعلى راسي كل حاجة إلا حاجة واحدة بس التصرفات الغير الأخلاقية المتكررة مع جمهور النادي الأهلي كلنا شفناه في ماتش القمة الأخيرة شيكابالا والحركة اللي عملها الجمهور النادي الأهلي الغير أخلاقية الحركة الغير أخلاقية تصرف أكيد ما يصدرش عن لعب كورة مشهور بمثابة نجم وما يصدرش كمان عن لعب كورة مشهور بمثابة نجم في نادي بحجم نادي الزمالي لكن للأسف بدل ما نشوف حد يقول مثلا عيب اللي حصل لا الكلام ده غلط أنا بقى قريت حاجات غريبة جدا اللي يقول لك إيه أصله ما كانش عايز يطلع دلوقتي ده خلي بالك ده اللي قال كده مسؤول من مسؤولين نادي الزمالك يعني حاجة مضحكة قال لك إيه أصله كان بيشاور على الجزمة وبيقول لك يا رتيرون انت لو قاعدتني كمان شوية هجيب جول برجلي دي ولما شاور مرة تانية قال له هجيب جول إيه يعني حاجة ما تخشش للدماغ أصلا ده غلط اللي حصل من شيكبالة غلط محدش يقدر يقول إن ده صح حتى لو خلي بالك اللي حصل مش تنمر حتيجي تقول تنمر ده أنا أحكي لك على حاجات كثير جدا وعلى لعيبة كثير جدا بقول لك إيه تتكلم على لون عشان الجمهور النادي الأهلي شتم شيكبالة عشان العنصرية والتنمر عشان لون بشرة إذا كان إحنا عندنا مصر موسيماني والطقم بتاعه كله لون بشرة سمراء إحنا كان عندنا لعيبة كثير بلكده نحن عندنا بشرة سمراء أجاي بشرة سمراء إحنا كان عندنا ربيع عسين محمد عباس وسامع رابي تمر حفني إزاي يعني ولا تزعل بلاش لعيبة النادي الأهلي كل اللعيبة الأفارقة اللي جولنا جيلبيرتو فلافيو كل اللعيبة الأفارقة اللي جولنا مام أصحاب بشرة سمراء بلاش دي أصحاب البشرة السمراء اللي في الزمالك اللي كان بيقدرهم وبيحترمهم جمهور النادي الأهلي وكان كمان بيشجحهم من أيام يمكن أنتم يعني الشباب بتعلمين دول ما يعرفوش الكلام ده عمر النور نوح آدم كابتن طه بصري كابتن إبراهيم يوسف كابتن إسماعيل يوسف عمرنا ما سمعنا على حاجة زي كده كابتن أحمد الكاس اللي يعرف الزمالك فترة عمرنا ما سمعنا عنهم أي حاجة ولا تنمر ولا عنصرية بالعكس نزل محبوبين من جمهور النادي الأهلي وما زالوا محبوبين حتى الآن طب مين بقى اللي بيدافع عن حاجات غير أخلاقية أنا بقول الراجل ده نجم وموهبة بس لازم النجم وموهبة والنجم ده تصرفاته على قد النجمية النجم ده هو نجم ليه؟ هم نحن بنقول عليه نجم ليه؟ عشان الموهبة بتاعته بس لا النجم نجم بكل بكل تصرفاته بكل تصرفاته جوه الملعب وبره الملعب طب اللعيبة كلها يام الشاتمة اللعيبة كلها يام الشاتمة ومش شتيمة اللي هي شتيمة يعني مثلا واحد كان يضيع فينا فرصة يا أخي بقى كان الجمهور يا أخي بقى بطلقارة فوق عادي إنما رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه تصرفاتك على قد نجوميتك انت قضوة قضوة لشباب كتير جدا الدفاع بقى اللي هو عن شيكابالا الفترة اللي فاتت كأن مثلا شيكابالا جاب دوري مثلا ابطال افريقيا للزمالك بالقاضية مثلا حاجة زي كده يعني حصل هجوم رهيب جدا جدا متبادل بين الحضور في المقصورة الامامية عنده خروج شيكابالا ماشي والبعض وجه كلام اولوم لشيكابالا دوارد برضو جدا عادي بتحصل طول عمرها بين اللعبة والجمهور ولكن اللي تقال بقى وان انت تاخدني في سكة تانية بتاع التنمر وتعصب للون والبشرة لا طبعا انا هنا اخلي بالكم ما بدفعش عن جمهور النادي الاهلي اول اللي حصل انا بتكلم عن وقع حصلت وقع اللي حصلت ما كانش فيها لا تنمر ولا تعصب ولا اللي تأدب من جمهور النادي الاهلي شيكابالا وخلي بالكم ماشي انتوا بتكلموا على الماتش اللي فات طيب تعال نرجع كده الورا شوية هل دي اول مرة اول مرة يحصل تصرف غير اخلاقي من محمود عبدالرزق شيكابالا لجمهور النادي الاهلي لا طبعا ده انا لو واجب لكم ده ممكن يتعمل لنا شريط فيديو مثلا مدة ساعة ده خلي بالكم خلي بالكم انا بتكلم على ايه على تصرف لا اخلاقي عملوا شيكابالا مع جمهور ايه النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي بصورة تستفز الجماهير كويس الصورة دي بتزرع فتنة بقى بين جمهور الناديين لان جمهور بيدافع وجمهور بيهاجم وجمهور بيقول انا ما عملتش كده وشيكابالا عايز ياخدنا في حتة تانية واللي بيدافع عنه عايز ياخدنا في حتة تانية وجمهور او الناس بتدافع وبتقول بالكد ان ده حصل فعلا وهو ما حصلش أصلا وجبتلكم أمثلة للعيبة في نادي الأهلي ولعيبة في نادي الزمالك بنكن لها كل احترام وتقدير حتى الآن إنما أنت كلعيب ما يصحش أبداً إنك تتصرف التصرفات غير الأخلاقية دي أبداً هو خلي بالكم هو ده ده اللي بيكلم دلوقتي مش ده جمهور الزمالك اللي من أسبوع لو فاكرين ماشي زي مالك المقولين سبق كابتن عماد النحاس مدير الفني للمقولين العرب بقى بشع الألفاظ بقى بشع الألفاظ وكلنا كنا سمعينها الراجل ما تحركش من المكان كل اللي قالوا رح جاي عمل لهم كده رمضان كريم ده تصرف هي دي النجومية مش النجومية بقول لكم إيه حتى لو حتى لو الجمهور أسائلية بس بعيد عن التنمر والتعاصل لأن أنا متأكد مليون المية أن ما حصلش من جمهور نادي الأهل بس هو ده التصرف اللي يخرج من نجم يصدر من نجم هو ده التصرف طول عمرنا طول عمرنا بنشوف النجوم كبار جدا الجمهور بيهاجمهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة مفيش مشكلة خالص ماشي حقوقوا علي أنا غلطان مفيش مشكلة إنما حتى أنت كنجم لو فيه إساءة اتعلمنا كده في الكورة اتعلمنا كده احنا تعلمناه في النادي الأهلي ما تردش الإساءة بإساءة أبدا ما تردش الإساءة بإساءة مع اقتناعي التام إن جمهور النادي الأهلي لم يسيق لشكابالا في حت التنمر أو عنصرية لا مش النجومية إنك تدخل في اصدام مع الجمهور بمبرر أو بدون مبرر لا لأن حضرتك كنجم كنجم أي كلمة منك أو أي إشارة منك محسوب عليك محسوب عليك